وللحديث أكثر عن معرض الانتاج الوطني نربط الاتصال بالخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية أهلا بك أستاذ هل أنت في الاستماع أستاذ؟ إذن نربط الاتصال بالخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية مرحبا أستاذ مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الاقتصادية شكرا أستاذ مرحبا بك بداية اليوم كان افتتاح الطبعة الثلاثين لمعرض الانتاج الجزائرية وتحدث رئيس الجمهورية حول ضرورة تقليص التبعية في المواد الواسعة الاستهلاك ما هي قراءتكم لهذه التصريحات؟ طبعا اليوم نحن في حاجة مسا إلى تدسيد هذه التصريحات التي يعني ذكرها سيد الرئيس علما أنه يعني تضمن ذلك في مشروعه الانتخابي المدرك جيدا اليوم هناك يعني طلب كبير على المنتجات بمختلف أشكالها وتسببت في ذلك أزمة كورونا ثم أزمة ارتفاع المواد الطاقوية أعتقد بأنه اليوم لابد أنه نعمل على تحقيق الاشتفاء الذاتي في عدد كبير من السلحة الاستراتيجية نبدأ بالمواد الغذائية ثم لك عدد كبير من المواد الأساسية للأمانة للأمانة يعني يبدأ أن نذكر أننا يعني بالأسف الشديد في الفترة السابقة مشكلة اللجوء إلى الأسواق الخارجية لم يكن بسبب سوء المنتج الزائري أو ضحفه ولكن كانت نتيجة لانفتاحه على الأسواق الأوروبية وعلى أسواق الصين وبالتالي فكانت هناك منافسة من حيث السعر علما أنه جودة المنتج الزائري كانت تفوق بكثير عدد كبير من المنتجات التي تأتي من مختلف الدول اليوم يعني دعنا نقول في ظن الأزمة الحالية تضحت الأمور وبإمكان الجزائر أنها تعتمد على قدراتها الانتاجية لتحقيق الاكتفاع الذاتي كما ذكر الرائع شكرا أستاذ أستاذ بخصوص دعم المنتج الوطني كان حديث الحكومات المتعاقبة منذ مدة طويلة بهدف تقليص فاتورة الاسترادة ألا ترى أن إرادة الحكومة الحالية حقيقية لتجسيد هذا المبتغ والله هو فعلا هناك إرادة هذه المرة ورغبة حقيقية ولكن أعتقد بأن المسألة ما زالت نوعا ما مرتبطة بتقطير إداري أو ما نطلق عليه البيروقراطية حاليا لمسنا أن هناك اتجاه حقيقي لدعم المنتج الوطني حتى يعني نحقق الاتفال ذاتي حتى نرقى بالمنتوج من حيث كمية الإنتاج ويصبح يصدر مثله مثل باقي المنتجات الدول وخارف الأسواق الإفريقية كسوق مستهدفة أولى ثم السوق العربية ولكن الإشكال الذي نراه نحن كاقتصادين هو التقطير الإداري الكبير لمسألة الفعل الاقتصادي سوى من حيث الاستثمار أو من حيث الإنتاج أو من حيث يعني مسألة التمويلات وبالتالي نأمل أنه رغبة الحكومة الحقيقية ونظرتها الواقعية يعني يدعم بتسكيك العلاقين الإدارية يعني أستاذ حان الوقت لاسترجاع مكانة المنتوج الوطني محليا وأيضا ولوج الأسواق الخارجية لا ترى ذلك والله حان الوقت فعلا لأنه صراحة صور سيدة الكريمة أنه يعني منتوج نذكر أسمه وهو بزيار يعني عرف بجودته لدرجة أنه يعني أصبح بعض المستوردين وللأسف الشديد يذهبون بهذا المنتج إلى دول في شرق آسيا ويأتون بهذا المنتج الذي هو يتميز بجودة عالية في الجزائر هناك منتوجات كهرومنزيلية جزائرية هناك منتوجات في السابة كانت في الأحبية في الألبسة وبالتالي فالمسألة التي دمرت المنتوج الوطني هو الانفتاح الغير عقلاني على الأسواق الخارجية خاطر الشريك الأوروبي الذي للأسف الشديد لم يساهم في دعمنا من حيث الإنتاج ولكن زاد من إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات الضعيفة وبالتالي اليوم حال الأوال هناك إرادة سياسية حقيقية هناك رؤية واقعية للحكومة هناك إطارات جادة تبقى مسألة البيروقراطية نأمل أنها تزول مع مرور الوقت أستاذ كسؤال أخير عديد المنتجين المحليين يبدون في كل مرانياتهم في اقتحام الأسواق الخارجية كيف يمكن القضاء على بعض المعوقات التي ربما تكون بينهم وبين التصدير؟ والله أعتقد بأنه اليوم لابد أن ننظر إلى الأمور بنظرة اقتصادية براجماتية اليوم قلت بأن المشكل الجوهري في الاقتصاد الوطني وفي بعض القطاع الخرى هو التأثير الإجاري والبيروقراطية وهناك حلول على مستوى الرقمنا الرقمنا اليوم مطلب حكومي ومطلب الرئيس وبالتالي فالعملية يعني دعنا نقول واضح أننا نطبق مسألة الرقمنا لتطويل القطاع الوطني لماذا يتردد المنتج؟ لماذا يتردد المصدر على عدد كبير من الإدارات؟ لماذا يضطر للذهاب إلى البنوك ويعني لإجراءات الإدارات الطويلة كل هذا بإمكانه أن يعالج انتلاقا من الشباك الوحيد وعن طريق المراسلات الإلكترونية شكرا أستاذ على كل هذه التفاصيل شكرا شكرا